النبي عمره الآن عشرين سنة يتجاوزها بقليل ما عاد ذاك الطفل الذي كان يرعى الغنم على قراريط بل مارس مهنة التجارة ودهب إلى الشام وغيرها وكان يتاجر مع صديق الله يسمى السائب بن السائب المخزومي هذا الذي كان يتاجر معه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتاجر في مال السيدة خديجة لأن السيدة خديجة تاجر في مالها في المحلة الثانية أما هو تاجر قبل أن يتاجر في مال السيدة خديجة وكسب أيضا فنون وخبر دروب التجارة بيعا وشراءا إلا أنه لم يكن كالبقية كان يبيع بالسماحة ويشتري بالسماحة يبيع بوجه بشوش طلق فكانت سلعته نافقة وبضاعته مربحة السائب بن السائب يلتقي برسول الله في عام الفتح فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي السائب بن السائب المخزومي لما سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها أمنا خديجة عن شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أن يخرج ساجرا في مالها على أن تعطيه أفضل مما تعطي بقية التجار فخرج رسول الله وقبل وأرسلت معه غلام لها يقال له ميسرة فميسرة راحظ أمور غريبة جدا ما سبق له مشاهدتها من ذي قبل كالغممة التي كانت تضلل النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية القافلة وأيضا كيف كان يبيع وكيف كان يشتري وكيف كان ينفق بضاعته بالحب بالرفق بالإخلاص بالصدق فكان محبوبا يقبل عليه الناس يقبل عليه التجار لا بيعا ولا شراءا سبحان الله المحبوب محبوب لأن الله عز وجل قدف محبته في قلوب العباد لأنه الحبيب المحبوب ووحب ربنا سبحانه وتعالى ولو لم يكن كذلك ما شهد له بأعظم شهادة وهي شهادة الأخلاق ما شهد له بأعظم شهادة وهي شهادة الرحمة وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم هذا ورسول الله فهذا ميسرة وحكى للسيدة خديجة ما شاهده وعاد النبي بأرباح لم يسبق لأحد أن أتى بها إلى السيدة خديجة بمثل ما أتى به هو صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي رسول الله موسيقى